بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وحمد الله وبركاته طبعا فيديو اليوم عن ثمار فاكهة البرسمونة أو الكاكا وهي تشبه الطماطم بشكلها وبحجمها تدخل في علاج الكثير من الأمراض حيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل السكريات والألياف الغذائية والمواد الضارة للأكسادة والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والصوديوم أيضا وفوائدها يعني عديدة للجسم لصحة الجسم والبشرة والشعر أيضا تمنع من تساقط الشعر أعزائي المشاهدين نأتي على نهاية هذا الفيديو أسأل الله أن يمن علينا بالصحة والعافية والسلامة وجمعة مباركة عليكم بالصلاة عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام متنسناش دعم مقطع الفيديو بالإعجاب ومشاركته وتفعيل زر الجرس واختيار الكل ليصلكم كل ما هو جديد نترك تعليق أسفل الفيديو استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر